في إطار حرصها على مشاركة كافة فئات المجتمع الاحتفال بعيد الفطر المبارك قامت وزارة الداخلية بتوزيع هدايا وملابس العيد على الأطفال بدور رعاية الأيتام والذوي الهمم بمختلف محافظات الجمهورية نظمت وزارة الداخلية احتفالية لنزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل لتوزيع هدايا العيد على أطفالهن في إطار مبادرة كلنا واحد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قامت وزارة الداخلية بتوجيه مأموريات إلى عدد من دور رعاية الأيتام وذوي الهمم بمختلف المحافظات وتم توزيع ملابس العيد وهدايا عليهم في إطار حرص الوزارة على مشاركتهم لاحتفال بعيد الفطر المبارك وهو ما أشاد به وأسنع الاهتمام الوزارة بهم موسيقى 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 وقابلنا القعب والهدوم والكعك العيد النهاردة الزباط اللعب معنا وقدونا هدايات وأنا مبسوط اللعنة جابلنا وإنهم شكر كلنا وكل سنة متأجد أردت فعلاً بتبقى حلوة جداً ويعني ابتسامتهم مبسوطين الحمد لله نشكرهم جداً على وتوجدهم معنا وبنشكر كل الزباط اللي بيجوا دايماً بيسندونا في أي مناسبة ووجودهم معنا أكيد بيبسطنا وبيمشت الولاي دايماً وزارة الداخلية تدعمنا ودايماً بيجولنا في المناسبات يعني لدرجة أن فيها عدد كبير من الأطفال على اختلاط بيهم وعرفينهم كما تم استحاب عدد من الأطفال منذ رعاية الأيتام لشراء ملابس العيد لهم وهو ما ساهم في رسم الفرحة والبهجة على وجوه الأطفال الذين أشهدوا بهذه المبادرة من وزارة الداخلية لا تخلو المنظومة العقابية الحديثة من مبادرات إنسانية تسهم في أعادة تأهيل نزلاء ونزلات مراكز الإصلاح والتأهيل وهي تتصق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان فقد أقام قطاع الحماية المجتمعية احتفالية للنزيلات الحاضنات وتم إحضار أطفالهن لزيارتهن وقضاء وقت معهن لتفعيل التواصل الإنساني والاجتماعي بين النزيلات وأطفالهن شهدت الاحتفالية توزيع هدايا وملابس العيد على أطفال النزيلات وهو ما جاء بمردود إيجابي عليهم وعلى الأطفال وسهم في رسم البهجة والفرحة على وجوه الجميع جايبين لهم هدايا وجايبين لهم نفس عيدهم بشكر رئيس جداً قوي على اللي هو بيعمله معنا بصراحة علينا واللي عيالنا هكذا تسعى المنظومة العقابية الحديثة نحو تأهيل وإصلاح نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لنظوم الإصلاح الحديثة مع مراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية عبدالله بركات التلفزيون المصري